ماذا يقول العلماء عن هول ذلك اليوم العظيم وماذا كتبوا عنه وماذا قالوا فيه يقول الإمام الحافظ القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى رأى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وقال الترمذي هذا حديث حسن طب لماذا ذكرت هذه الصور الثلاث لأن هذه الصور أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها وتكور شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها ومن هول ذلك اليوم خروج الناس من قبورهم إلى سجونهم يعني إلى النار أو إلى قصورهم يعني إلى الجنة بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله قال رب العباد في بيان ما سيكون من السماء وانفطارها قال جل في علاه إذا السماء انشقت وقال تعالى إذا السماء انفطرت وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام فترى الشمس وترى السماء في ذلك اليوم وهي منفطرة متشققة كما قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابها ويكون الغمام في ذلك اليوم سطرة بين السماء والأرض وقال تعالى أيضا إذا الشمس كورت قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكويرها ادخالها في العرش وقيل ذهام صفها وقد قال ذلك الحسن وقتاله ورؤية ذلك عبن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهما وقول الله توارك وتعالى وإذا النجوم كدرت النجوم الكثيرة الذي إذا غرت إليها في السماء تراها عظيمة ويصعب عليك حسرها هذه النجوم ستنتشر وقيل ستتناثر من أيدي الملائكة ستتناثر هذه النجوم المعلقة بين السماء والأرض تنكدر تتغير وأصل الانكدار الانصباب فتسقط هذه النجوم في البحار فتصير معها نيرانا إذا ذهبت مياه البحار وقد علمتم أن البحار ستتسجر أن ستتسجر في نال عظيمة للغاية كأنها الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى وقال الله تعالى وإذا الجبال سيرت هو مثل قوله تعالى يوم نسير الجبال أي الجبال تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا وتكون كالعه وتكون هباء منبثا وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس من شيء وقيل إن الجبال بعد ذكاكها تصير كالعه من حر جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى وقال تعالى وإذا العشار عطلت أي عطلها أهلها فلم تحلب فلم تحلب هذه العشار التي كانت تحلب للناس في الدنيا وتشغلهم هذه العشار وهي الإبل الحوامل تعطل في ذلك اليوم فلا تفعل ما كانت تفعله قبل ذلك هكذا يقول لنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه أما قول الله تبارك وتعالى وإذا الجحيم سعرت عالمت نفس ما أخضرت وإذا الجحيم سعرت أي أُقدت وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها وأجنيت أما قوله عالمت نفس ما أحضرت أي ما عملت وما قدمت وما أخرت كما قال رب العباد سبحانه علمت نفس ما قدمت وأخرت أخواني الكرام هذه ستكون في يوم القيامة هذه أهوال عظيمة ذكرها ربنا في كتابه وها نحن نقرأها ونتلوها عليكم لنعرف ما الذي سيكون في يوم الدين وقد أخبارنا به رب العالمين سبحانه جل فيه